إذن ليبيا المنهكة تعول على النفط وعائداته خلال الفترة القادمة لمساندتها. طبعا إرادات النفط الليبية تشكل جزء الأكبر من إرادات الموازنة والبلاد بشكل عام. لكن كيف تتور الأمر خلال الفترة الأخيرة؟ نتحدث عن طبعا حالة من التذبذب في الإنتاج. شهدناها في السنوات الأخيرة. كنا في 2011 عند مستويات 462 ألف برميل تقريبا في اليوم. وفي منتصف شهر يونيو من العام الماضي ارتفعنا من مستويات 600 ألف برميل في اليوم إلى 1.2 مليون برميل يوميا. ليبيا طبعا بتسعى لي زيادة إنتاجها من النفط خلال الفترة الراهنة. استطاعت طبعا خلال العام الماضي أنها تحقق إرادات بنحو 22 مليار دولار. وربما كانت هي الأعلى خلال الفترة أو السنوات الأخيرة. خاصة بعد جائحة كورونا. طبعا هناك مساعدة لزيادة الإنتاج لحوالي مليون برميل في اليوم خلال الثلاث سنوات القادمة. بحسب طبعا تصريحات وزير النفط الليبي. أما مؤسسة النفط الليبية كانت تتحدث عن هذه المستويات في الفترة ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام. لكن يبدو طبعا أن البلد تحاول أن تسرع من إنتاج النفط. خاصة طبعا مع المغزونات الكبيرة التي تمتلكها. كان لدينا طبعا مجموعة من الأمور. شاهدناها خلال الفترة الأخيرة. تطال طبعا عملية الاستكشاف والتنقيب. من بينها هناك توقعات أن يكون فيه استثمار ما بين 12 إلى 15 مليار دولار. مع طبعا الشركاء. وشوفنا أيضا من بين القرارات التي تم اتخاذها أنه تم رفع القوى القاهرة. وتم توجيه الدعوة للشركاء لإعادة العمل في المواقع التي طبعا حصلوا عليها بموجب امتيازات أو عقود أو اتفاقيات. كان هناك استئناف أيضا لبعض أعمال الحفر في مواقع. كان قديما صعب العمل بها. طبعا حقول النفط والموانئ وعملية التصدير والإنتاج بشكل عام شهدت حالة من التزفز بسبب التوترات والصراعات الداخلية في ليبيا. وانعكست بشكل ما أو بآخر طبعا على المستويات التي تحدثنا عنها. لكن كيف يمضي الاقتصاد الليبي في الظل اعتماده الكامل على النفط والغاز في الإيرادات؟ وكذلك وسط أمور ثلاثة. تحدثنا عن الصراعات. نتحدث أيضا عن استمرار تدعية جائحة كورونا. والأمر الأخير هو التوترات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على أسعار الغذاء. وأيضا ليبيا واحدة من الدول المستوردة بشكل كبير لكثير من احتياجاتها من السلع. التضخم عند 4.3% تقريبا. وهذا المعدل بحسب خبره هو أعلى بكثير من الرسمي. نظرا طبعا لصعوبة جمع البيانات في ليبيا حاليا. وبالتالي ربما هذا المعدل لا يعكس حقيقة التضخم في البلد. البطالة بنهاية 2021 قاربت مستوياتها 20% تقريبا. ولدينا طبعا توقعات من قبل صندوق النقد الدولي. ربما هي توقعات إيجابية. أن يكون الاقتصاد الليبي ضمن أسرع عشر اقتصادات عربية. نموا خلال العام الحالي ب 17.9%. لكن اليوم صدر أو بالأمس صدر تقرير للبنك الدولي. بيتوقع طبعا توقعات النمو العالمي خلال 2023 و2024. استثنى ليبيا من هذه التوقعات لصعوبة جمع البيانات. نتحدث أخيرا طبعا أن هناك مجموعة من التحديات. تخاصة به عدم الاستقرار السياسي. والارتفاع أسعار الغداء كما ذكرنا سابقا. وبقال.